الاتهامات لميليشيا الحوثي وتورطها بتجنيد الأطفال متواصلة آخرها ما أعلنه محافظ الحديدة بأن الميليشيات زجت بنحو ألف طفل مقاتل في مناطق المدينة تم جلبهم من الجهة الشمالية في الأيام الماضية محافظ الحديدة كما نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط أكد أن الميليشيات الانقلابية فاشلت خلال الفترة الماضية في تجنيد قاتني الحديدة وعموم سكان منطقة تهامة وأكد أن الميليشيا فاشلت أيضا في استقطاب أطفال من مناطق أخرى رغم تقديمها إغراءات مادية اتهامات محافظ الحديدة ترافقت مع تحذير وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من المخاطر المستقبلية بسبب عبث ميليشيا الحوثي بالعملية التعليمية وأوضح الإرياني أن ميليشيا الحوثي حولت رياضة ومدارس الأطفال في العاصمة صنعاء إلى أوكار للاستقطاب وغسل العقول وتزييف هوية الأطفال وقيامهم ومعتقداتهم وتحويلهم لمعاول هدم لحاضر ومستقبل اليمنيين وتكريس ثقافة الموت وكراهية الآخر رولا الخطيب العربية